فيكرة التهجير كمان من أرض، من بلد، من التهجير عشان، من قريتك لقرية الحقيقة هي التهجير وتغيير إذا بدك، أنا يلي كتير أسرني أنا وولد إنه كنت عم شوف بيّ إنه تغيرت عليه الأيام يعني جينا إنه مثلاً كنا بمنطقتنا إنه بيّ عنده بيعمل وكل شيء إجا ما عنده شغلة يعمله إنه بتعرف إنه إنسان لبناني نحن من عائلة متوسطة يعني بيكون عنده إرشان على جنب بس بيكون حاطة كل المساري اللي بيطلعها بيكون حاطة بشغله هو كان تاجر خشب وأراضي بتعرف الأرض شو بده إنه بيحطوا بيحزدوا بيعملوا إنه هذا إذا بدك سر بداية بكير هو إنه ما بدي خلي بيّ إنه إنه تتغير عليه الأيام ما يشتغل شغلة مش خرجوا يماشي لأن كان عندي بيّ إنه كثير يعني شو بيقوله رجال بكل معنى الكلمة أنا بنسبة لأقل الرجال يلي بيخلي عائلته مش نقصها شيء أبراً وبقلك إنه بيّ كان من ناس يمكن ممكن يشتغل أي شيء إنه المهم نحن ما ينقص شيء علينا نعكست القضية وأنا ما حبيت الشغلة إنه أنت الولد الوحيد لا أنا الكبير الكبير أنا الكبير وفي بنات في بنتين وصبيان وولدين إمتى بتديت بقى تشتغل إمتى بتديت تفكر أنا يعني خلاص خدنا الملايات وخدنا الجرايب خلصنا الملايات اللي في البيت كلها وانا عستاير وكده يعني اشتغلنا طب إمتى بتديت تفكر لا أنا عايز أجيب حتة قماش وأفكر ألبس أختي مثلاً أو ألبس جران أو كده هيدا أنا وولد هيدا عملتا بس مزبوط لما فكرت إنه خلص إنه أنا بدي أشتغل بلك كانهم لأربعة عشر سنة كان حد بيتنا في معمى الاحترق معمى الخياطة كبير وجيراننا كان يشتغلوا فيه وأنا بدي روح للمدرسة أكيد بدي كفي درسي جبت اثنين من المعمل ستات يعني شوي بيقربونا من بعيد وقعدوا قعدتهم بقوتة وجبت مكنات وبلشت أشتغل مين إدك طيب فلوس تجيب المكنات؟ جبتها منين فلوس المكنات من الأول؟ لا لا ما أقولك إنه أنا حوشت يعني كده فلوس وجبتها؟ أكيد ولا الحقيقة جبتها بالتقسيت يعني ما جبتها عرفت كيف إنه أنا أقولك تعرفي لما الإنسان بيخلق عنده ول يعني عنده إرادة عنده إرادة يعني إنه إرادة